اشهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمسارات العلاقات التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية الصديقة منوها بأهمية استمرار تعزيز التعاون المشترك بما ينعكس على تطوره على كفة الأصعد ويحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم في قصر رفاع سعادة سفير أنور سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين حيث نوه سموه بما تشهده العلاقات البحرينية الصينية في مختلف المجالات من تطور وتقدم يسهم في تعزيز التعاون الثنائي معربا سموه عن تقديره للتعاون المثمر بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية الصديقة فيما يتعلق بجهود مواجهة جائحة فيروس كورونا وخلال اللقاء تم استعراض المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك من جانبه أرى بسعادة سفير جمهورية الصين لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من حرص واهتمام بتطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين والشعبين الصديقين